ونقرأ فيها روبين واشنطن لن تدير ظهرها لمصر بعد الآن يعد مايكل روبين واحدا من أهم خبراء السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الذين تتركز خبراتهم في الشرق الأوسط حيث عامل لفترة مستشرا في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في إدارة الرئيس الأسبق جورج دابلي بوش روبين يعمل حاليا باحثا في معهد انتر بريز وفي حوار مع صحيفة اليوم السابع وجهت له العديد من الأسئلة كانت أولها يعني سئلة عن زيارة السيسي لواشنطن باعتبارها أول زيارة رسمية لرئيس مصري منذ أكثر من عشر سنوات فكانت إجابته بلا شك إنها زيارة مهمة سواء من حيث الرمزية والجوهر فمن الناحية الرمزية تظهر أن إدارة ترامب تخطط للاستثمار في علاقة الولايات المتحدة مع مصر وأنها لن تدير ظهرها لمصر مثلما فعلت إدارة الرئيس السابق باراكوباما وفيما يتعلق بالجوهر فإن هناك الكثير الذي سيناقشه الطرفان مثل عملية السلام في الشرق الأوسط والأمن في شبه جزيرة سيناء التحدي الذي يمثله داعش وهناك العديد أيضا من مستشري الرئيس مثل سيب جوركا الذين طالما دعوا إلى تعزيز العلاقات مع رئيس أسيسي قبل أن يتولوا مراصبهم في البيت الأبيض وكان أيضا من ضمن الأسئلة التي وجهت له عن القضايا التي ستمثل أرضية مشتركة بين أسيسي وترامب خلال تلك الزيار فأجاب يميل فريق رئيس ترامب للنظر إلى الرئيس أسيسي بات بارو شريك أمني مهم في المعركة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة كما أن ترامب ومساعدي يميلون للنظر إلى الرئيس أسيسي على أنه صانع للسلام على نطاق أوسع في المنطقة ولن أكون مندهشا لو تمت مناقشة القضايا المتعلقة بمبيعات الأسلحة خلال الزيارة مع محاولة مصر التعجيل بتوفير بعض المعادات التي تحتاجها لمحاربة المتطرفين في شبه جزيرة سينة أيضا كان هناك سؤال هل تعتقد أن توقيت زيارة الرئيس سعد الفتاح سيسي إلى واشنطن يحمل دلالات في ظل التطورات الرهنة في المنطقة والعالم فكانت إجابته بالتأكيد نعم في أغلب القادة لا يتلقون دعوات لزيارة البيت الأبيض لكن الرئيس دونالد ترامب أراد أن يلتقي سيسي منذ البداية خاصة أن كلا الرجلين يتشاركان كما يبدو وجهات نظر متشابهة فيما تعلق بالتهديدات الأمنية في المنطقة وفي العالم كانت أيضا من ضمن الأسئلة ما هو التأثير المتوقع لهذه الزيارة على العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن فأجاب هناك الكثير من الأسباب التي جعلت مصر لا تثق في الولايات المتحدة على مدى السنوات العديدة الماضية والحلفاء مثل الأزواج يمكن أن يكون هناك خلاف بينهم لكن لا ينبغي أن ينفصلوا ببساطة وطالما كانت مصر صديقة للولايات المتحدة منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات ومصر تستحق معاملة أفضل مما تلقته من واشنطن الذي أمل أن تصلح زيارة تأسيس العلاقات بين البلدين تعهد ببناء الثقة وتعيد عفواً بناء الثقة بينهما كان هناك أيضا سؤال كيف يمكن أن تتعاون الولايات المتحدة مع مصر في التعامل مع الإخوان لا سيما وأن إدارة ترامب تتفق مع مصر باعتبارها جماعة إرهابية كانت إجابته بشكل أساسي لا بد أن يكون هناك تبادل المعلومات الاستخباراتية في هذا الشأن لكنني متأكد من أن مستشريك إلى الرئيسين ترامب واسيسي لم يكن الرئيسين نفسيهما يمكن أن يجتمع لمناقشة كيف يمكن إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب أو كيفية فرض عقوبات مالية وكيف ينبغي أن يحدث هذا على نطاق واسع